العمل التطوعي واللي بدأ من مصر في مصر آسف من زمان جدا لكن كان دايما بيبقى قايم على فكرة هذه الجمعية وهذه الجهة دول بيشتغلوا بطريقة ودول بيشتغلوا بطريقة الى اخره وعدت سنين طوال زي ما بيت قال الى ان بدأنا في شكل تنسيقي ودلوقتي بنشتغل على قانون يجمع احكي لي الحدودة دي من اول طيب خلينا نحكي حدودة العمل الاهلي في مصر الحقيقة يعني الاقوال حوالين بداية النقطة التاريخية اللي انطلق منها العمل الاهلي في مصر بشكل رسمي في اقوال بتقول 200 سنة في اقوال بتقول قبل كده لكن الشاهد على الموضوع العمل الاهلي في مصر شارك في بناء الدولة الوطنية المصرية ووقف جنبها في كافة ازمتها على مدار عقود شفنا جامعات تم انشاءها من خلال العمل الاهلي شفنا مستشفيات شفنا الكثير من الازمات اللي تصدى لها المجتمع الاهلي في الوقت الحديث نقدر نتكلم ان كان فيه عدد من القوانين لو هناخد من الزاوية التشريعية نظمة العمل الاهلي ابتداء من القانون 2002 ده النظر القريبة اللي تم إلغاؤه بالقانون اللي صدر في 2017 واللي تم إلغاؤه في القانون الاخير اللي صدر سنة 2019 اللي هو القانون الحالي لكن واحنا بنتكلم على الحالة التشريعية لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة فيه إرادة سياسية حقيقية لدعم جهود العمل الاهلي بكافة أشكاله سواء كان تموي أو أهلي أو رعوي أو بكل أشكاله وده اللي ممكن يكون تجلى إن الرئيس في منتدى شباب العالم هو لما حصل عدد من الأصوات بتعديل القانون اللي صدر سنة 2017 وضع لجنة وخرج التوصية بعمل قانون جديد خروجا للقانون اللي تم إعماله في الحال في الوقت الحالي سنة 2022 هو عامل مجتمع المدني بداية هامة جدا ونقطة مهمة جدا تقدر تاخدنا هي إيه المشاكل اللي بتواجه العمل الأهلي وإيه التحالف بيحل الإشكاليات دي إزاي وليه قانون علشان التحالف الوطني للجمعيات الأهلية دي تلت أسئلة غاية في الأهمية لازم نفسرها للناس الحقيقة لو خدنا بنا ونزلنا على في الشاي هنكتشف إن في ما يقرب من 57 ألف جمعية أهلية عدد ضخم من الجمعيات الأهلية لكن ما فيش شكل من أشكال التنصيق في الجهود بمفهوم ممكن الجمعية دي بتقدم نفس الخدمة اللي بتقدمها الجمعية دي سواء كانت خدمة رعائية أو خيارية أو غيره تمام ونكتشف إن ممكن يكون مستفيد واحد بيطلقى نفس الخدمة وفي ناس تانية محكوب عنهم الخدمات أخرى أو بيطلقوا نفس الخدمة لكن في خدمات أخرى ما بيحصلوش عليه طب دور التحالف يعمل ايه في هذا السياق لما يحصل عملية تنصيق وتناقل يبقى عندك قعدة بيانات بالناس الأولى برعاية يتم إعطاءهم من خلال أكتر من شكل من أشكال الخدمات المجتمعية وخب بالحضرتك من نقطة مهمة هذا التحالف شريك رئيسي لمؤسسات الدولة من ناحية والقطاع الخاص بالمسئولية المجتمعية من ناحية أخرى علشان يقدر يشكل حالة من حالات التكامل في الخدمات اللي بتطرح للمواطنين بمفهوم نجد مثلا أن الدولة عملت مبادرة زي 100 مليون صح عملت مبادرة زي مكافحة فيروسي مبادرات طبية زي مكافحة الأمراض الناتجة عن سوق التغذية التقزم والهزال وغيرها دي مبادرات صحية في نفس التوقيت في مبادرة زي مبادرة تطوير ريف المصر حياة كائمة في نفس التوقيت الجماعيات الأهلية بتدي عدد من المبادرات في كل الاتجاهات طيب النهاردة إزاي أوصل بكل الخدمات لكل المحتاجين ده محتاج لنا يبقى عندي قاعدة بيانات يبقى فيه تكاتف ما بين الجماعيات الأهدلية وتنصيق ما بين جهودهم ده المعادلة الصعبة اللي بيحلها التحالف الوطني للجماعيات الأهلية دي المعادلة الصعبة اللي بيحلها هذا التحالف ومن ثم هذا التحالف هو اللي يقدر طول الوقت ينصق مع الجهات المختلفة للدولة علشان أقدر أوصل نواتج أو أغراض هذا العمل الأهلي أو مستهدفات هذا العمل الأهلي إلى الناس اللي تستحقوا يعني زي اليومين دول مثلا عندنا 100 يوم صحة بالظبط فأنا علشان أقدر أعمل ده هنصق مع منظمات عمل أهلي وفي نفس الوقت أقدر نصق مع وزارة الصحة في نفس الوقت الشركات اللي بتعمل مسؤولية مجتمعية في القطاع الخاص طول الوقت وإحنا بنقع كتب سياسي يقول يجب أن يكون هناك تكامل ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والعمل الأهلي لكن ما كانش فيه أليا